اكثر سبعة سجون رفاهية يرغب أصحاب الملايين الوصول إليها إليكم اليوم سبعة سجون فخرة يود أصحاب الملايين من الناس الوصول إليها رقم سبعة سجن سولينتونا في السويد ستبدأ حقبة جديدة تغلق فيها السجون بسبب عدم وجود المجرمين وهذا يرجع إلى سياستهم الاستثمارية داخل السجن وطرق إصلاح السجين ومنع الجريمة وأكبر مثال على ذلك هو سجن سولينتونا وذلك لما يحتويه من مرافق حيث الصالة الرياضية المجهزة تجهيزا كاملا كما يمكن للسجناء تحضير طعامهم في المطبخ على الرغم من أنه يبدو كأنه منزلا مريحا للغاية فهو بالتأكيد سجن ومن الواضح أنه حقا ممنوع عن الخروج رقم ستة سجن أودويل في سكوتلاندا يختلف قليلا عن بقية السجون الأخرى صنف هذا السجن كمركز للتعلم وهذا يعني تأهيل السجناء من خلال التعليم وإعادة توجيه فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبوها يهتمون كثيرا بالنظافة والمرافق رائعة للغاية وزينت بشكل حديث فتبدو كغرفة معيشة عصرية مما يعطي انطباعا وكأنها غرفة طالب وليست زنزانة في أمريكا اللاتينية بتأكيد سيكون لدينا أفضل من هذا النظام قريبا امرأة محرومة من الحرية في السجن عادة ما يترك الابن في رعاية أحد أقرباء السجينة أو حتى يكون في دار حضانة مؤقتة ولكن في إسبانيا سجن أرانجويز هو المكان الوحيد الذي به زنزانات مخصصة للعائلات حيث يمكن لأقرباء السجناء العيش معهم ويمكن للأطفال أن يمكثوا مع أمهاتهم السجناء حتى عمر ثلاث سنوات من أجل تنشئته بشكل صحيح وأيضا نتاحة الفرصة للتفاعل مع الآخرين من الأطفال وسبب هذا التدبير هو محاولة لتجنب قضايا الأسرة فيما يتعلق بالأطفال في المحاكم في ألمانيا سجن فوهل سبويتل الذي يبدو كأنه فندق أو قلعة وليس سجنا السجناء الذين حكم عليهم لفترات طويلة غالبا ما يكون لديهم فرصة مريحة إلى حد كبير بتواجدهم في هذا المكان حيث يمكنهم غسل ملابسهم الشخصية في هذا المكان الذي يحتوي على الغسالات وماكينات التجفيف الحديثة بالإضافة إلى الغرف المجهزة بشكل كامل حيث تحتوي على سرير ومكتب وحمام خاص وأيضا غرفة مفروشة بشكل مريح ونظيف وهذا ما يجعل هذا السجن يبدو كأنه فندق ولا أعتقد أن شيئا ما سيحدث لك هنا إذا سقطت الصابونة منك وأنت تستحم عندما تشاهد غرف سجن تشامب دولون ربما يختلط عليك الأمر وتعتقد أنها غرف فندقية فخمة هذا السجن يقع وسط مدينة جونيفا السويسرية وأنفق عليه حوالي 40 مليون دولار قبل ذلك عرف هذا المكان بمشاكل الاكتفاض والأمراض وأعمال الشغب وعدت التقارير رديئة عن هذا المكان وأصدرت لجنة مناهضة ضد التعذيب التابعة للمجلس الأوروبي الآن السجن تغير تماما مع زنزانات مناسبة لثلاثة أشخاص فقط مع حمام خاص وفراش نظيف رقم 2 سجن باستوي سجن باستوي الشاسع الذي يقع في جزيرة باستوي النرويجية هذا السجن يبدو كالمزرعة وتشير الإحصائيات أن نسبة 16% فقط من المساجين الذين يطلقوا سراحهم من هذا السجن يعودون لممارسة الجريمة وهذا أقل بكثير من متوسط السجن الأوروبي بنسبة 70% حيث يمكن للسجناء في هذا السجن الاستمتاع بالانشطة الترفيهية والاستجمام وركوب الخيل ولعب التنس وصيد الأسماك وفي عام 2014 حصل هذا السجن على جائزة بلانشا الإصلاحية لتعزيز القيام والتسامح وبالفعل تغيرت القيام والمبادئ للأفضل عند السجناء رقم واحد مركز العدالة اليوبا مركز العدالة اليوبا هو سجن ومجمع محاكم في النمسا في هذا المكان اقترح التعامل مع السجناء باحترام وحتى السماح لهم باستخدام الملابس الخاصة وذلك لتسهيل أعادة الاندماج اللاحقة في المجتمع هناك مرافق مجهزة بشكل رائع للأشخاص مع حمامة خاصة ومطبخ مشترك الجدران بها نوافذ زجاجية قوية للغاية تمتد من الأرض إلى الصدح وتحتوي بعض الغرف على شرفات وعلى الخارج من المبنى يوجد النقوشات الرائعة مكتوب بهذه النقوشات أن البشر جميعا متساوين في الكرامة والحقوق ويجب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية واحترام الكرام المتأصلة في الشخص هذا كل شيء ولكن إذا دخلت السجن في أمريكا اللاتينية الوضع سيكون مختلفا تماما إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر